السلام عليكم عزيزتي المشاهدة أهلا بك للحلقة الخامسة من دقيقتين عافية هذا الفيديو مخصص للنساء سيشرح الأعراض الأولية وأسباب بدالة فشل وتكيوس المبايض قبل ما نبدأ مقدمكم الدكتور فارس وإذا أنت جديدة بالقناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك أو تعليق لن نستمر بإنتاج هذا النوع من الفيديوهات التوعوية ينتج المبيض ثلاثة هرمونات مسؤولة عن التحكم في الدورة الشهرية للنساء خلال هذه الدورة ينتج بويضة كل 28 يوم تقريبا والهرمونات مسؤولة عن خلق بيئة مناسبة لنمو البويضات وصحة جسم المرأة أحد هذه الهرمونات هو الاستروجين وهو محور الحديث في هذا الفيديو عندما يختل عمل المبيض ينتج زيادة في هرمون الاستروجين والذي يسبب تراكم الدهون في مناطق الوركين وجانبي الفخذين والأرداف وأسفل الماعدة مع صغر الثدي توضح هذه الصورة التغييرات بشكل الجسم من الطبيعي ومرورا بالمراحل المتقدمة من مشاكل المبيض هل هذا الرسم التوضيحي مألوف لك؟ إذا الإجابة نعم تابعي معي المبايد حساسة للغاية للهرمونات البيئية وكمية ضئيلة ممكن أن تسبب بداية الحالة وقد تظهر من بداية سن البلوغ من أين تأتي الهرمونات البيئية؟ من مصادر مثل حبوب منع الحمل علاج الهرمونات البديل هرمون الربليسمنت ثرابي وأهم المصادر هي هرمونات النمو التي تتغذى عليها المواشي والدواجن والأسماك التي تربى في المزارع للاستهلاك البشري وأيضا من المواد الكيميائية التي تحاكي الهرمونات مثل المبيدات الحشرية تؤثر هذه الهرمونات على الدماغ والمبايد والرحم والثدي بالشكل التالي المبايد مصنع ينتج الاستروجين بشكل طبيعي زيادة هذه الكمية من خارج الجسم تعطل أو تشوش خط إنتاجها وتخلق واحدة من حالتين إما أن تزيد المبايد من إنتاجها للإستروجين مما يخلق المزيد من الدهون وتترسب بأقرب منطقة للمبايد وهي حول الوركين والفخدين وأسفل البطن أو تعلق المبايد إنتاجهم للإستروجين وذلك يجهد الغدة النخامية لتعويض عمل المبايد ونتيجة لذلك يسبب تجمع السوائل داخل كيس البويضة ومن هنا جاء تسمية تكيّس المبايد والتكيّس نفسه بعد ذلك يجهد المبايد لمضاعفة إنتاج هرمون الإستروجين للتخلص من التكيّس ومن ثم ترسب الدهون بشكل أكبر حول الوركين والفخدين وأسفل البطن ومع استمرار أو تكرار هذه الآلية تتطور الحالة إلى تليّف أو أورام ليفية على المبايد أو الرحم أو الثدي وأسوأ حالة هي فشل المبايد والعقم وأيضاً ارتفاع هرمون الإستروجين يثبت هرمونات الغدّة الدراقية وهي المسؤولة عن التمثيل الغدائي في الجسم مما يزيد الحالة سوءاً وسيشرح ذلك بفيديو منفصل يوجد أعراض أخرى يمكن الاستدلال بها على بداية فشل المبايد وتسمى متلازمة مع قبض الحيض أو مثل تقلب المزاج وانتفاخ الأطراف ورغبات أو تصرفات غريبة في أوقات معينة من الشهر انتفاخ البطن قبل أو أثناء الدورة الشهرية تشنجات مؤلمة أو نزيف مفرط أو الاكتئاب أثناء الدورة الشهرية نزيف غير طبيعي في أيام غير الدورة صعوبة في التخصيب أو الحمل ألم على جانبي منطقة أسفل الظهر ويمكن أن ينزل الألم إلى أحد الركبتين الهبات الساخنة والتعرق في الليل ترقق وتساقط الشعر كثرة التبول الوحم أو الرغبة في الأكل في أوقات معينة من الشهر هنا نهاية الحلقة أتمنى أنكم استفدتم منها عزيزتي المشاهدة في الفيديو القادم سأشرح أنواع الحلول والعلاج لهذه الحالة فإذا أعجبتك سلسل دقيقتين عافية اشتركي بالقناة وادعميني بلايك واكتبي ما تريدين أن أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات شاركي الفيديو مع الأهل والأصحاب إذا المعلومات مفيدة المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا